يعطيكم العافية الآن راح نبلش عنا التجربة اللي هي الكلورايد راح نتعرف على الأدوات اللي راح نستخدمها بهاي التجربة أول إشي عنا اللي هو الواتر سامبل اللي راح نستخدمها عنا الـ A-GNO3 اللي هو تركيزه 0.02 نورماليتي عنا انديكاتر بنسميه بوتاسيوم كروميت طبعا الـ A-GNO3 هو اللي راح نكون عنا جوه إيش جوه البيوريت وعنا كونيك الفلاس أول إشي راح نسحب 10 مل من العينة جوه الـ كونيك الفلاس بعدها راح أضيف عليها كم نقطة من البوتاسيوم كروميت الآن شو شو صار عند اللون اللي هو صار عند اللون يلو الآن راح نعمل تايتريشن بالـ A-GNO3 الآن راح ناخد قراءة اللي هي الـ Initial اللي هي 34.2 نسجلها عنا بعدها راح نعمل تايتريشن بالـ A-GNO3 لحد ما يتغير عند اللون طبعا لو إحنا نشتغله راح نشوفوا فيه لون مترسبة بآخر الفلاس لتقريبا لون أورنج وطبعا هذا لون الراسب بنسميه A-G-C-L الآن نظل نعمل تايتريشن لحد ما يتغير عندي اللون لأورنج الآن نعمل تايتريشن لما يتغير عندي اللون لأورنج نخط قراءة اللي هي الـ Final الآن نخط قراءة اللي هي الـ Final اللي هي 38.4 نسجل عن القراءات بالـ DATA sheet Volume 10 مل الانيشي اللي حكينا الان بعد ما سجلنا الغراءة الانيشي والفاينل اللي جاء على قانوني اللي هو الكلورايد الان شايفين القانون عندكم ال A ناقص بي ال A اللي هو Volume A GNO3 اللي استخدمناه احنا للسامبل ال B الان اللي هي المفروض يكون في عندي اعمل نفس الشي فحص تركيز الكلورايد لعينة اللي هي البلانك البلانك شو يعني عينة تكون دستل دوتر طبعا ما رح يكون فيها كلورايد يعني انه يكاد لا يذكر فاحنا بالعادة نأخذها بين ال B نأخذها بين ال 0.2 وال 0.4 مل فاحنا رح نأخذها اللي هو ال Average اللي هو السجل قراءة ال B اللي هي 0.3 مل والA حكينا كيف نحسبها اللي هي الانيشي النقص من الفاينل ضرب تركيز النورمالي في ال A GNO3 اللي هو 0.02 في 35.45 اللي هي الإكوبيلنت ويت لكلورايد في ألف على الفولمي للسامبل اللي هي على الشميل نسي الشي نرجع الميثود اللي هو Tytration ال Beerus Solution اللي هو A GNO3 الانديكيتر بوتاسيومو كرومات ال End bone نقطة تغير اللون من ال Yellow لل Orange هكي تكون عنا خاصة تجربة تلك اللي هو الرأي ترجمة نانسي قنقر